فهنا نحن مجاملين مع حضراتكم حدثنا عن الرياضة وطبعا نحن يعني في أسبوع كروي مليان بالمفاجآت على سعيد الدوري المصري لو حنتكلم مبارح كان فيه تعادل باهة للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي وأول مبارح كان فيه هزيمة للزمالك أمام طلاقع الجيش ليشتعل بقى الصراع على الدوري المصري ويمكن يعني ما بقاش عندنا فرقة يتقال عليها فرقة تغيرة في الدوري المصري بقينا بنشوف كل الفرق بتشارك وكل الفرق بتنافس فيوتشر البنك الأهلي يعني شايفين فيه أداء قوي جدا في الدوري المصري من كل الفرق الحية كمان لو بنتكلم على السعيد الدولي فالإسبوعين اللي جايين هيتحسم فيهم الدوري الإنجليزي وأيضا بعده في نهاية دوري الأبطال في خلال نتكلم بقى عن كل هذه التفاصيل مع الناقد الرياضي أمير نبيل بنورنا نهارده صباح الخير عليك صباح النور أستاذ عدير وأستاذ مصطفى أمير بنورنا نبتدي بمورش الأهلي مبارح وأداء باهت للمنجل الأهلي أمام البنك الأهلي يمكن الأهلي متأثر بغيابات حمدي فاتحي وقليو ديانج وعمر السولية تشايف المورش إزاي مبارح أنا أنا ما قدرش أقول أداء باهت بشكل كبير لكن يعني لو بصنا على سر المباراة فيه كتير من الفرص الضيعة فيه هدف مالغي للأهلي يمكن لو كان الهدف كان شجل أو احتسبه بشكل شرعي ممكن كان غير سيناريو المباراة بشكل كبير جدا أن أنت تخرج من تقدم في الشرط الأول بهدف أعتقد كان هيفرق كتير جدا مع فريق الأهلي ومع بيتسو مسماني في تغييراته في حساباته للمباراة لكن سير المباراة وكان فيه فرص ضائعة كتير الحياة برضو لفريق البنك الأهلي كان ممكن يحسن بها تقدمه في أكتر من مشهد من أو في أكتر من لقطة من المباراة لكن المباراة كانت سيجال ما بين الفريقين فيه ده الأخير شفنا تراجع من البنك الأهلي أمل في الحفاظ على النقطة أو في الخروج بالنقطة دايما اللعب أقصاد الأهلي والزمالك بيبقى اللعب يعني السعي الخطف نقطة أو ثلاثة إذا أمكن ده زي ما حصل مع الزمالك فيه المباراتين الماضياتين أمام أمبي والخسارة 2-0 أمام طلع الجيش والخسارة بهدف البنك الأهلي يمكن مش أول مرة حقق نتيجة جباية أقصاد النات الأهلي يمكن كان تعادل قبل كده وقدر أنه يحقق نتيجة جباية فيه مباراة الأمس أيضا يعني بنشوف أن النات الأهلي طبعا أكيد كان أفتقد عدة عناصر فيه مباراته أمام البنك الأهلي خاصة سلاثة خط الوسط عمر السلية وقاليو ديانك وحمد فاتي يعني عدد من النقاط كتبوا أن الخوف من الإصابات كان السبب الرئيسي أن النقص العددي كان السبب الرئيسي بتحليلك إيه؟ شايف إيه الأقرب يعني يعني هو بالتأكيد لازم هيبقى فيه غصبا عن اللعبة والجهاز الفني تفكير في النهاية الأفريقي تفكير في المباراة القادمة الجدل اللي أصير طول الفترة اللي فاتت على ملعب مباراة الوداد والإقامة المباراة في المغرب أعتقد كل ده كان له تأثير بشكل جبير جدا يمكن الجمهور بيقول دايما أنه أداء الأهلي جوى الدوري أو محلي يعني مختلف عن أفريقي شريف شفناه لسه جاي بهدف قدام الوفاق ستيف وشفناه مباراة ضيعة صحيح بتشوف ده زي موثيماني عنده مشكلة محليا؟ يمكن عنده مشكلة محلية فيه أنه ما بيديش المباراة التركيز الأكبر زي ما بيتعامل مع مباراة الأفريقية مباراة الأفريقية بنشوف بيلعب على تفاصيل صغارة جدا إزاي أن هو يستغل الصغارات الدفعية في المنافس إزاي أن هو يحط المنافس تحت ضغط دايما ده ما بنشوفهش فيه مباراة الدوري المصري ودايما بيدي المساح للمنافس بتاعه أنه هو يفرض أسلوبه عليه ده ما كنتش بنشوفه كتير من الناد اللاي Cyberpunk خاصة في مباراة الدوري اللي هو بيجيد التعامل معها دايما عارفين بطولة الدورة هي بطولة النفس الطويل وتجميع أكبر قدر من النقاط فعشان أوصل لده أو أن أنا أقدر حقق ده أتعامل مع كل المباراة بنفس السيناريو بأن أنا أفرد أسلوبي على المنافس أقدر حقق أسجل بدري أريح نفسي أقدر أن أنا أعمل التغييرات التي تساعدني أن أنا أوصل سيطارتي في المباراة لكن ما شفناه ده شفنا الأهلي يعني بيفقد السيطرة على المباراة صحيح خلينا نروح للزمالك الزمالك هزيمة من أمام طلاق الجيش بتعتقد أن يعني إزاي هيفكر في الفترة القادمة حيلعب إزاي تخيولك إيه السيناريوهات يا دكتور أستاذ زمالك بالتأكيد طبعا يعني مش أفضل فترات الزمالك إنه هزمتين متتريتين يعني الحديث عن أستاذ القاهرة وسوق الحظ اللي بيواجه الفريق في أستاذ القاهرة يعني كل دي قد لا تكون مباراة حقيقية لكن الأزمة الحقيقة أزمة فنية في نادي الزمالك يعني قد تكون الأمور أكبر من المجرد أن تغييرات سيجريها المدير الفني جوسفالدو فريرا ومدير الفني البرتغالي ليه فريق الزمالك ولكن يعني السكوادي الحالي أو القايمة الفريق الحالية ربما لا تكون يعني ده أفضل ما يمكن أن يخرج منها يعني لكن في النهاية بتتكلم على سبع أو تمن لعيبة تنتهي عقودها بنهاية الشهر المقبل مش بنهاية الموسم حتى فممكن يبقى في حسابات كتير في عدم تركيز من اللعيبة برضو تلات انتصارات متتالية لحقاها الزمالك فيه قبل التعرض لهزم الدين يمكن قدت نوع من الصقة الزايدة شوية للعيبة إننا خلاص الصدارة الفرق الصدارة بعد شوية رغم أن فيه مؤجلات للنادي الأهلي وحسابات الصدارة لسه قدامها كتير أعتقد أن فيه بعض المشاكل فنية مكررة في أداء لعيبة الزمالك وحتى رغم التغييرات اللي شفناها شوية في أول مباراة فريرة مع الزمالك بدأ الفريق أو بدأ اللعيبة تنسى كل الحاجات المكاسب الإيجيبية أو المكاسب الفنية اللي اكتسبوها في الأول ورجعت نفس السلبيات تتكرر بشكل تاني في حالة تراجع في مستوى عدد كبير من اللعيبة ودهي بتبقى كارسة لأي مدير فني أنه مش هيدر يعالج مين ولا مين يعني بيبقى عنده كارسة فيه أو مشاكل في حداثة المرمى وفي الدفاع وفي الهجوم وعدم استغلال الفرص فبالتالي فكرة أننا نعمل روتيشن أو تغيير في المراكز اللعيبة اللي بيحاول يعمله بالفعل فريرة مش هتبقى الحل الوحيد أن هو يعيد الفريق للانتصارات تانية ويعيد المستوى للشكل أفضل يعني حضرتك يا أستاذ أمير شايف أن فريرة أدار المباراةين يعني بشكل كويس مش بشكل كويس طبعا يعني يعني يناس كتير يعني بترجع الهزيمة لفريرة بالتأكيد والتحميل المسؤولية بالتأكيد هو للسبب بسيط جدا يعني هو طبعا بالتأكيد المدير الفان بيشارك في أي نتيجة يعني بيتحمل جزء كبير من المسؤولية سواء في الهزيمة أو في الفوز أو في أي نتيجة بتتحقق لسبب بسيط جدا لأن أنت دايما في قلاص على مستوى العالم كل الأجهزة الفانية بقى فيها حاجة اسمها محل الأداء محل الأداء وظيفته أنه بيشوف المنافس بتاعه أو المنافسين بتوعي طريقة لعبه بيعتمد على إيه إيه الصغرات اللي أنا ممكن أخترقهم منها للأسف شفنا يعني ما شفناش إن داح حاصل في نادي الزمالك بشكل كبير في المباراتين الأخيرتين واضح إنه هو تركيز من المنافسين على استغلال صغرات الزمالك في حين إنه هو ما كانش ما قدرش إنه هو يفطن ليه الأمور اللي يقدر يعتمد عليها في المنافس وقدر يحقق الأفضلية ليه الأخطاء المكررة دي تدل على إنه مفيش تحليل أداء بشكل جيد لأداء الفارق نفسه يعني محل الأداء مش بس بيقتصر دوره على إنه بيحل الأداء المنافسين ويعرضه على المدير الفني إيه زي يحط الخطة الأنسب فريرة يمكن من نوعية المدربين إنه اللي هو بيعتمد على الخطة بتاعتي بصرف النظر عن المنافس يعني أنا بلعب بطريقة لعبي وهي اللي هتكسب دايما صحيح مش دايما الرهام بتاعه ببقى صح طيب دوري الإنجليزي يعني الصدارة يعني مازالت يعني فيه تنافس ما بين منشستر سيتي وما بين ليفر بول ويعني دوري الإنجليزي بقى دوري مصري ناس كلها بتتابع عشان الإيجيبشن كينج محمد صلاح طبع طبع تعليقك شايف إيه اللي ممكن يحصل يمكن الدوري الإنجليزي نتكلم على صراع الصدارة صراع النقطة ما بين منشستر سيتي وليفر بول في الجولة الأخيرة عندنا حتى صراع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ما بين أرسنل والتوتنهام حتى الجولة الأخيرة معلق صراع الهبوط بيرني وليتز يونيتد وإيفرتون فالتلاتة برضو على مقربة مسافة نقطة واحدة من ما بين الفرق التلاتة فبالتالي يمكن ما شفناش من سنين طويلة الصراع في كل المراكز أو في المراكز المهمة في الدوري الإنجليزي بالشكل ده حتى الجولة الأخيرة نتمنى طبعا لنجمينا المصري محمد صلاح أنه يتوج مع فريق ليفر بول بالدوري الإنجليز وإن كانت المهمة يعني مش سهلة برضو مننتظر منشستر سيتي في مباراته الأخيرة عمام أسطن فيلا ويمكن تقارير عالمية كثير ومنشستر سيتي كمان أعتقد أمالهم في الدوري الإنجليزي ليفر بول ما حقق كسر ربطة وكسر اتحاد فلو حقق كمان أن يوصل للدوري ده تالت حاجة ومن بعده كمان يصعد لدوري الأبطال صحيح يمكن حافز كبير جدا لليفر بول لو خد الدوري الإنجليزي بما يشبه يعني سيناريو إعجازي أو سيناريو معجزة لأن السيتي ليدينغ طول الدوري الإنجليزي أو طول الموسم أعتقد هتبقى الأمور هتبقى مفاجأة كبيرة بالنسبة لليفر بول اللي استحق برضو للأمانة ما نقللش من اللي قدمه للموسم بتاع الليفر وإن كان الأمور صعبة شوية في المباراة الأخيرة بالنسبة لسيتي يعني انتظار أن أستون فيلا يعمل حاجة وطبعا بقيادة مدربه النجم وقائد ليفر بول السابق ستيفن جيرارد اللي الصحف العالمية بتتكلم عليه هل هيدي اللقب أو هل هيساهم في أن نديق السابق هو يتوج باللقب أو لا ده اللي هنشوفه نتمنى إن شاء الله طب المقاهي والمصرين كلهم بيشجعوا النهاردة ليفر بول عشان طبعا محمد صلاح بس الإصابة ربما غيبته عن المباراة الأخيرة الأنباء إيه عن صلاح الأخبار إيه عن صلاح هيرجع إمتى التأكدات كلها من ليفر بول ومن يورجن كلوب نفسه المدير الفني الألماني ليفر بول بيقول أنه متفائل بشأن إصابة صلاحه ويمكن برضو زميله برجل فان دايك المدير قلب الدفاع الهولندي لفريق ليفر بول الاتنين اصابوا في المباراة الأخيرة أمام تشيلسي في نهاية كاسة حد الإنجليزي وخسر فريق هدوم في بقية المباراة ولكن متفائل جدا كلوب بأن الاتنين يقدروا يشاركوا مش بس في مباراة نهاية داور أبطال أوروبا أمام ريال مدير ولكن في مباراة الختام للبريمير ليج أمام وليفر هامتون لكن كلوب برضو كان أكد والصحف العالمية بتأكد كده أنه خلاص مش ناوي أنه هو يجازف بهم في المباراة الأخيرة عشان يكون جاهزين بنسبة 100% في المباراة صلاح 22 هدف لحد دوري متصدر فرق هدف عن سون هيونج بين طبعا لعب توتن هام نتمنى طبعا أن صلاح يعني يحافظ على صدارته والحزاء الزهبي اللي دايما يعني بيأكدنا خلاص يعني كان اللي بعد تقلقه في أول موسم في الدوري الإنجليزي الناس كانت بتتكلم أو بعض الصحف العالمية بتتكلم أنه هو وان سيزن واندر أو ظاهرة الموسم الواحد لكن خلاص دمر كل الأقاويل دي بمواصلة التقلق أنه هو مش سهل جدا أنه أنت مش بس تبقى أهداف الدوري الإنجليزي أنه أنت تنافس حتى أحافظ على ذا كمان أه يعني طبعا الموضوع إنجاز كبير جدا وفخر لنا كلنا باللي بيعمله محمد صلاح وإن شاء الله أنا تمنى أنه يتواجد يا رب وكلنا بنتابع محمد صلاح وكل المصريين قلوبهم يعني معاه وليفر بول بقى نادي مصري خلاص طبعا محمد صلاح يعني هو المتصدر شكرا لك أستاذ أمير نبيلي الناقد راضي نورتنا شكرا جزيلا لحضرتنا شكرا جزيلا لحضرتنا